تواصل مصر كفتة الجهود لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة بسبب العدوان الإسرائيلية تعمل مصر على استقبال المساعدات من كافة دول العالم سواء جوا أو بحرا والعمل على تجهيزها لنقلها إلى القطاع جهود مكثفة وأعمال متواصلة تقوم بها مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة فكانت ولا زالت حلقة وصول العالم للقطاع وجسر المرور فوق العقبات التي تضعها قوات الاحتلال تستقبل المساعدات برا وبحرا وجوا وتعمل على نقلها للفلسطينيين فمصر دائما هي محطة الوصول حين تقفل الأبواب وتنقطع السبل جهود مصر لا تتوقف عن العمل على مدار الساعة للوصول إلى تهدئة في القطاع أو تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني حيث بلغت مساهمتها في حجم المساعدات إلى غزة بأكثر من ثمانين في المئة من حجم المساعدات بل امتدت أيضا لتكون حلقة الوصول بين العالم وقطاع غزة فكان مطار العريش حاضرا وبقوة في استقبال طائرات المساعدات وتجهيزها على عربات الشحن لنقلها إلى غزة بعدما قامت في وقت وجيز لتجهيز معبر رفح البرية ليكون قادرا على استقبال الشاحنات ومنذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي استقبل مطار العريش أكثر من سبعمائة وسبع وستين طائرة حملت أكثر من ثمانية عشر ألف طن مساعدات بينها ستمائة وست وعشرون طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية ومائة وإحدى وأربعون طائرة نقلت وفودا رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم كما أصبح ميناء العريش البحري شرق مصر على ساحل البحر المتوسط بشمال سيناء واجهة بحرية للعالم المتضامن مع ضحايا العدوان الإسرائيلية على غزة لتسيير سفن تنقل مساعدات وأخرى مسشفيات طبية عائمة تستقبل الجرحة وتقوم فرق الهلال الأحمر المصري المكونة من مجموعات من شباب مصر باستقبال هذه السفن وتفريغ شحناتها وإعادة تحميلها على شاحنات تسير بها شرقا لنحو خمسين كيلو متر لتعبر من منافذ رفح وقرم أبو سالم والعوجة في طريقها للأراضي الفلسطينية لتكون مصر حقا هي حلقة الوصل ومحطة الوصول